فإذن باش يعني الفكرة في الرسالة في الرايتينج في الرايتينج جنرال وفي الاو اي تي كله باش نكتب رسالة كويسة الغرض شوني الغرض اني نبين ننجح باش ننجح لازم يكون فيه بوكسس تبيتكد يعني اني مش هيجي مثلا الاكزامنر يقرر رسالة يقول رسالة هادي كويسة خلنا أعطاها 370 رسالة هادي ممتازة خلنا أعطاها 400 لأ الموضوع مينزاته عندي بوكسس والله هادا مسوي تنزلز كويسة tick the boxes pås simple nude perfect prison simple present continuous perfect عنده connectors كويسات عنده linkers مستعمل ال continuation بطريقة صحيحة اللي هاو تمتعها كويس والله الرسالة كانت نضيفها مفيش أخطاء ملائية شوية spelling mistakes صوت لميشت بق阿きた ميفوتش خمسة ستة سطور كل بارغراف فيه ثمانية تسع كلمات فهو ماشي كويس هذا كل حاجة علاها درجة كل حاجة انت بتكتبها تاخد علاها الدرجة المتاح لكن هنا لاحظنا طبعا الكتابة زي ما نقولنا شوي الخطوط ركبة على بعضها اوكي مش مشكلة لما نجي للبيربوس فقدتي فيه مجموعة اشياء مهمة زي شني مثلا انا عندي في البوكسس عندي بوكس اسمه اللي هو الكمباند كومبليكس سنتنس تمام فأنا عندي تارجت معين في كل رسالة انا بنكتبها لازم نركز عليه التارجت بتاعي اللي هو درجة وقبل هيكي تفهمنا ان احنا في البيربوس بنمشو ستيبس قلنا اول حاجة البيربوس باش يكون بيربوس كويس لازم يحتوي عليه بيشنس نام ويحتوي على البروبلم الحقيقية ويحتوي عليه ركوست بعدين جينا درنا خطين تحت كلمة ركوست وقلنا يا جماعة رو ركوست ما نبوش نكتبو ديركت ركوست لانه ممكن ينفهم غلط ويعتبر and polite speaking وإلا يعتبر فاني بنحاول اني نكتب حاجة مجاملة فها نوع من النفاق ما نقول لاش شي والله يعني نبيك تدير لي رست سبلينت ودرسنج وإلا وطفرة تزوه لا يعني نبي نقول لها your further assessment would be highly appreciated ونوقفها بفول ستوب بعدين نجي تحت في الكونكلوجين ونقول لها والله مثلا رست سبلينت would be helpful والله I highly recommend مثلا splinting the rest وإلا يعني نقول لها أي جملة فلوطة نكتبها تحت إذن هذا موضوع الريكوست وتخلصنا منه الpatient name حتى هو فيه قصة لو إنه هو أقل من 15 سنة فأني بنكتب اسمه هو فقط بدون title وبدون اللقب لو إنه أكثر من 15 سنة فأني حنكتب اللقب متاعه وبنحط لها titles وكان على حسب هو وظيفته أو هو بمستوى الاجتماعي وحتى هذه تخلصنا منها ما زال فيه حاجة في الpatient شن هو إنه أنا محتاج نستعمل date of birth باش نطلع مننا عمره باش ندير بوكس ندير ticking لبوكس اسمه compound complex شن يقول compound complex يقول إنه محتاج نجيب ثلاثة جمل لنفس الشخص ونحاول نربطهم وإنديكيتين إنه نيني تكلم عن نفس الشخص هذي أكثر chance وأكثر مكان ممكن تسويها فيه اللي هو في البربس لما أقول thank you for seeing sorry Mrs. Weston مثلا a 66 year old lady who has symptoms and signs suggesting وإلا who has been diagnosed recently وإلا who has a professional diagnosis of carbal tunnel syndrome full stop your further assessment would be highly appreciated فهذه هي الطريقة الصحيحة إني نيني انتكبها البوكس ديركتلي بدون ما نقعد اللف وندون شن نتفاهم وتو من القصة هذه نتفاهم على حاجة معينة إني أنا في الرايتين وأني في الامتحان كله نبي ننجح فما فيش داعي أو يعني my advice إنك ما تحاولش تكوني كرياتيب أو تحاولت تطلع عن الطبيعي في الرايتين لإن الوقت تكسير هلبة هلبة وانت ما عندك وقت تفكري انت مفروض تكوني من البيت بتمبلات معينة والله كان يجتني emergency بنيكتب thank you for I'm writing for urgent referral of this and this and this والله يجتني مثلا normal letter thank you for seeing أو مثلا update وإلى GP I'm writing to update you regarding this وإلى discharge I'm writing to discharge this بحيث ينكون simple أنين بننجح اللي يجيب 350 ولا يجيب 450 الزوز حينجحوا والفكرة في ال-o-y-t إنك انت تبي تاخدي level b فقط أوكي لو إن في بعض الجامعة يطلب في أعلى من 350 لازم أقل حاجة 400 آه بعدين موضوع يختلف شوي لأنك أصلا بيكون عندك بك لكن لو إنك جاية من آريا مثلا الإنجليزي ما هواش الفرست لانجوش أو ما هواش حاجة أنا والله إنجليزيت طعيفة فأنا نبين ننجح فقط فأنا لازم نمشي 1 2 3 1 اللي هي ال-purpose لازم ندير فيه بوكس معينات اللي هي البوكس متاعة ال-age ال-combined complex بعدين ال-adjective حتى هي ال-adjective نفس الشي أنت لما تجي تسوي تقولي A مثلا 66 year old تكتبها بالطريقة هادي lady مثلا فأنت بتدي لي بوكس ال-adjective already هذه هي adjective هذه صفة ذات 66 ربيعا مثلا هذه صفة فأنا بناخد البوكس متاحها clear عندكم أي سؤال so far لو في حد عنده سؤال yes please اسمه اي لا لا تكتبه اسمه هو بس I'm writing to refer رحاف مثلا 12 year old مثلا student or whatever it is ok ما فهمتش انت مش هتكتبي اللقب امتاحها الا في regarding regarding مثلا رحاف محمد مثلا date of birth 16th of january 2022 مثلا بعدين تحت بتبد بعدين تحت بتبد مثلا on 1st of january رحاف brought to the hospital بعدين 20 of june رحاف came وإلا presented فعلى طول انت نفس الطريقة بتمشي بها اذا اكتر من 15 سنة اذا اكتر من 15 سنة في اول البرغراف بتكتبي اللقب معه title title ما معناها يعني mister mrs miss هذا title وبتكتبي اللقب اللي هو السور يعني مش هتكتبي اسم الشخص بتكتبي اللقب مثلا هنا miss goodie زي ما هو شايف هي pretty goodie على طول بتكتبي miss goodie miss goodie miss goodie all right اذا انا طبعا فتح الزوم ونتكلم على الرسالة من الزوم لو تفرجوا على الفيديو حتى تفهموا اكثر عناش نقول لي ان نكتب ونعلق على الرسالة بدنا اول براقراف كتبة miss واتسون sorry miss وستون works as a super market manager بح تمام طبعا المعلومة هذه مهمة لان لما تشتغل بداها بتكون اعلى وبعدين الكربل سندروم هيأثر عليها فهي good point مهمة من نقطة هذه and is on her feet قصدها feet اعتقد مكتوبة all day working long hours الجملة فها اخطاب هذه لكن هي كلها الجملة من كلمة mrs weston long hours هذه تعتبر compound sentence بعدين حطت فلسطوب كتبت she lives with her mother aged 80 and two sons the youngest son aged 23 شن الفكرة يعني هني لش كتبتي شن الفكرة من ان كنت كتبتي ان عمر الصغير 23 متلا او ان هي عايش مع two kids مترا in terms of her physical activities هي كتبة activity she spends most of her leisure time reading and watching tv and has no interest in sports طبعا هني البارغراف كله مع بعض هيكي لو جيبت تبت شوفيه من ناحية ال o-e-t wise او من ناحية الدرجات ما تطلعيش منها بمعلومة ممتازة او ما تطلعيش منها بحاجة كويسة الا اول خمسة كلمات كنت تقدر تحطها في ال purpose وتقول لي مثلا 62 years old lady works as a supermarket manager who has symptoms and signs this and that وكنت تلغي البارغراف كله اللي ما فيش شي الا المعلومة الاول المهم لكن انا لاش اذكرت هالبارغراف كله لان نبي نقول لك ان اي بارغراف تكتبيه او اي بارغراف تكتبوه لازم لازم يكون عنده عنوان نجو نشوف هنا في البرارغراف التالت نلقو كاتبة on 10th of june 2018 هذا هو عنوان البرارغراف يعني البرارغراف كله صار يوم 10 6 2018 لكن البرارغراف اللي قبلها ما فيهاش عنوان وهذا يعطي فكرة انك انت مش عارف القواعد او الريكومنديشن متاع الOIT في الOIT يقول انك انت بالنسبة لللياوت واللورجنزيشن زي ما قلنا كل بارغراف يكون يفوتش خمسة للتسطور كل سطر فيه 8-9 كلمات بعدين كل بارغراف لازم يكون فيه عنوان او تايم فريم ممكن يكون صار يوم 1-6 with some exceptions هنتكلم علىها بعد شوي ممكن يكون عنوان البراغراف in terms of medical past medical history regarding the last investigation coma ونتكلم على investigation regarding the past medical and social history mrs. pitty came with this and that فلازم يكون فيه عنوان في البراغراف بعد كoma بعد نتكلم مرات يكون العنوان time frame ممكن يكون date ممكن يكون time frame مثلا نقول over the last three years mrs. goody has been through the clinic many times in which she was complaining of يعني في 3 سنين الاخيرة كانت تردد هلبة على العيادة وكان عندها نفس المشكلة في 3 سنين الاخيرة كان في هلبة زيارات أنا يمكن كتبهم كلهم لكن نجمع 3 سنين ونقول ها في 3 سنين وتاخد بين killers وكان ما فيش شوية تحسن وبعدها ترجع الحالة زمهيد أو ممكن نقول over the last three visits والله condition كان فيه تحسن بسيط طفيف over the last three visits فمن بيش نكتب كل visit شوية نقول والله في شوية تحسن شوية تحسن أنا ممكن نقول over the last three visits comma mrs. mrs. weston's condition has been improving as she showed as she was showing slight good pain control along with increase range of movement of her hands بدل ما نقول في الزيارة الأولى وتنتكلم شوية والزيارة الثانية تحسن شوية والزيارة الثالثة تحسن شوية ممكن نجمحهم مع بعضهم ونتكلم في صورة واحدة لكن هنا البراجراف متاع mrs. weston works as a supermarket manager ما كانش في عنوان البراجراف اللي تحت فيه غلطين الغلطة اللي هي العنوان الغلطة التانية انه كان عبارة عن سطرين وكاتبة فيهم it worth mentioning that mrs. weston's general health is not optimal هنا غلطين الغلطة لولا انها ما فيش time frame الغلطة التانية انك بادية البراجراف ب it worth mentioning وطبعا لو نرجع للمحاضرات بتاع الwriting حنالكم في حاجة اسمها linkers شن هي linkers من يعرف linkers شن هم تكلمنا عليهم في المحاضرة شن هم linkers وشن وظيفتهم في حد عنده اي فكرة للمحاضرات 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 شن هما linkers مش connectors linkers linkers يختلف عليه الconnectors يعني من جين تكلموا عليه therefore connector exactly فعيان هنا عطتك اللوب قلت لك linkers والله هي عبارة عن words used to add new information بمعنى ان هنا كنت نتكلم في مثلا نتكلم في زيارة يوم 1-6 مثلا يوم 1-6 2023 Mr. Weston presented to the hospital complaining of shortness of breath along with مثلا hemoptysis تمام اذن المريضة انها شارت نصف بث and hemoptysis full stop on examination her chest was full of creptation and decrease air entry on the left lower zone moreover she was and full stop CT scan abdomen chest and pelvis was requested full full stone كان منا تمام بعدين اذكرت انها هي مثلا heavy smoker نقول importantly she is heavy smoker وإلا she has long history of smoking او مثلا ذكرتي انها عندها her father عندها lung cancer please note coma she has strong family history of lung cancer اذن انا كنت تكلم علي زيارة يوم واحد ستة بعدين اضفت لها vast medical history هني هو الاستعمال الصحيح لل link واللي تاخد عليها في الماء لكن انك تبدأ براقراف ب please note importantly it worth mentioning that kindly note وتبدأ تتكلم معلومات هلبة رو هذا يعطي bad impression بالexaminer انك انت مش عارف اشنك معناها link لمن جول تكلم عن connectors الconnect موضوع هم مختلف شوية على link اي نعم الكلمة ممكن تكون بالعربي نفس المعنى لكن الconnect هم عندهم قاعدة برضو الconnect ثلاث نواع اما ان هي بتجمع connecting two opposite sentences مثلا نقوله he was on tramadol 100 miligram three times a day however he is still in pain مثلا تمام however طبعا تجي قبلها semi-colon وبعدها كoma باش ناخد full mark في connector كذلك في connectors اللي هي تجمع نفس قاعد نتكلم في نفس النصق او نفس الموضوع لكن ما نبيش نحسس بالredundancy او بالملل فمثلا نقوله on first of june 2023 mrs weston came complaining of headache nausea and vomiting هاد قاعدين complain صح بعدين عندها كذلك بدون من البن و diarrhea و bleeding بش نكتب كلهم مع بعضهم لان بيبدأ موضوع copy paste وهذا اكثر حاجة يكره لك زمن انك تكتب الشي زم هو موجود انا ممكن نقولها بعدين بعدين نحط سمي كولن ونقول moreover كوما weight loss and bleeding barectum were noted إذن أنا كل لميت الموضوع وكلهم قلتهم لكن غيرت التون متاعي بدون البين nausea and vomiting associated with something بعدين moreover something and something were noted إذن هذا اللينكر number 2 اللينكر number 3 اللي هو شي صار وعلى ضوءة بيصير شيتان مثلا نقول له مثلا on examination she was severely dehydrated subsequently IV fluid was given أو مثلا on examination her chest was full of creptation for which chest x-ray was requested فلأن في chest finding طلبت لها x-ray لأنها كانت dehydrated أعطيتها fluid فهي action and reaction في الaction and reaction نستعملوا subsequently نمكن نستعملوا consequently therefore for which نستعملهم هادم كلهم في لما يبدأ فعل ورد فعل الopposite نستعملوا in spite despite although however وكذلك ممكن نستعملوا أشياء تانية في الopposite بعدين اللي نفس النمط نمط sorry therefore moreover furthermore associations هادم كلهم نستعملوهم في بالنسبة لما نتكلموا عليه النفس قاعدين نتكلموا عن نفس الموضوع clear أي سؤال أوكي لو في حد عنده سؤال يردت يفتح الوانك يتكلم بس لإني نعم نشتغل على الزوم فمش موجود على الدسكورد نشتغل على الزوم نشتغل على الزوم and gripping cups هنا الديتالز هادي هو حاطها لك لكن انت مفروض ما تكتبيهاش مفروض هنا تشوفوا الفرق ما بين writing و speaking شن هو انه في speaking في speaking بيكتب لك المعلومات الطبية لكن انت مفروض تغيرها لحاجة common language اللي هي common language بحيث ان الpatient يفهمك في writing العكس صحيح انك انت تخاطب في خصائية وتخاطب في health care او تخاطب في physician او تخاطب في GP فانت لازم تحول الكلام العام هذا لكلام طبي بحث ما نقولش مثلا difficulty and scrolling job jar tubs and gripping cups لا ممكن نقول مثلا she was experiencing difficulty in doing her job وإلا restriction in hand movement وإلا the pain was affecting her daily activities نقول كلام شوية professional لانك انت حتتحاسب عليه حاجة اسمة professionalism بعدين حطتي please note اللي هي كنا نتكلم علها قبل شوية linker اسمها please note عادة تجي في نهاية البرغراف وتجمع جملة واحدة بما سبق والجملة هادي تكون ملياش أي علاقة please note she denied trauma to the right hand and pain in other jobs her examination revealed reduced grip strength and positive tunnels sign these signs were indicative of carbal tunnel syndrome banklers were prescribed to be taken as required البرغراف كله فيه معلومات كويسة لكن البرزنتيشن كان ضعيف الحقيقة محتاج ان احنا نسوه paraphrasing للبرغراف هذا ممكن نقسم طبعا البرغراف normally البرغراف يكون عبارة عن بدايته بtime frame بعدين فيه برزنتيشن لكمبلين معين بعدين يكون فيه examination بعدين يكون فيه management plan المانجمنت plan هذا ممكن يكون عبارة صورة عبارة عليه انه يكون عبارة عن اشعة investigations او ممكن نبدو في treatment options زي ما انتي حضر ذكات باني لكن البرزنتيشن هذا ممكن يكون شوية informal انا محتاج نحول لصورة formal نقول مثلا on 10th of june 2018 mrs. weston presented with a three week history of pain hand اني قلبها نقوله presented with a painful right hand associated with numbness and decreased range of movement and difficulty in daily activities بدن ما نقعد نتكلم على الجار tubs وال gripping cups تمام on further discussion she denied any trauma in the last few days تمام بعدين on examination there was decreased range of movement decreased power of the hands along with positive tunnel sign كتابتك كتابتك للdiagnosis هنا offensive شوي بمعنى اني ما حبتهاش منك انك تجيتك تبيدولي له لهذا فاني نقولك انه هادي indicating tunnel syndrome هادي بنخلاها في الأخير حنحتفظوا بها هنتكلم علىها وين نتكلم علىها في conclusion لكن هنالغها نقفوا عند tunnel syndrome بعدين نقول بنكلر where was prescribed that's it سطر فاضي لو في حد عنده سؤال قبل ما ندخل للي بعده سطر سور 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 اوكي ما فيش ما فيش ما فيش اي حد في بتخطبي بليمان الليمان في speaking عمز مع في شخص تاني وظيفته يشوف انت كيف تتكلم هل انت تستعملي في medical terms فهي jorgen speech او انك انت تتكلم بطريقة بسيطة يفهمها الpatient هل انت تسألي في اسئلة complicated ولا اسئلة متاعك simple هذه كلها تاخد عليها درجات وين في speaking لكن في writing انت مدام تكتبي في رسالة فانت لازم تكتبها in a formal way بمعنى انت لازم تكتبي كل الكلام موجه ل ناس طبي بحث سطر فاضي on review on review one week later كما mrs weston was advised to wear a night time splint for at least a three week duration bmi reduction was discussed a referral to physiotherapist was made and she was instructed to avoid exercises that cause strength طبعا هنا الموضوع نفس الشي انت اللي تكتب فيها هادي شنه هادي هي physiotherapy refer فانت كاتب فيها physiotherapy refer فاذن الجملة هادي كلها مفروض ما نكتبوهاش يعني كأنك انت مثلا صبح تمر مع الخصائف القسم وقال لك ان الباشنط هذا اكتبي له مثلا اطلبي عليه x-ray after two weeks to be seen by his gb و discharge today جي انت تكتبي في رسالة تكتبي plan x-ray and to be reviewed by gb and discharge today هي انت تكتبي في discharge فما تكتبي ال plan discharge انت حاليا تكتبي في referral في السربي فما تكتبي referral في السربي هنا made اوكي يعني انت انت بعت ل occupational therapist و physiotherapist وهو كاتب لك اه يعني advice كان ل physiotherapist occupational therapist اوكي اوكي then i will draw my advice هنا انت تكلموا بنفس الطريقة اول حاجة نحط time frame one week later هل انت عندك تاريخ وانا هو كتب لك one week later كان كتب لك one week later اوكي تمام كان تاريخ please guys try to stick to the dates 17th of june 2018 mrs woston came to for review for discussion regarding her condition in which she was advised night time breast splint weight reduction and physiotherapy referral after two weeks or whatever it is moreover she was instructed to avoid exercise or exercise discussion about exercise was conducted so is box what is name box the next is voices voices with meaning that I need to speak in active and speak in passive voice sometimes I need to in passive voice to give me a little charisma in class شوفوا كيف قلنا قلنا مثلا 17th of June 2018 Mrs. Weston came for a review in which she was advised to wear night time rest splint over 4-3 weeks مثلا weight reduction a referral for physical therapy to be done in the next few days moreover exercise restraint was advised فأني في الجزء الأول تكلمت active voice بعدين تكلمت passive voice سطر فاضي interview of the above طبعا نحبها الجملة تحاولوا تكتبها تحاولوا يكون عندكم template بالنسبة للpurpose والconclusion يكونوا ثوابة هم ما فيهمش أي تغيير نحفظوا أشياء معينة مثلا in view of the above وإلا I believe وإلا it would be appreciated تبدو تبدو بهم الثلاثة الconclusion بتاعكم هنا in view of the above it would be appreciated if you could assess and manage Mrs. Weston's condition as you think appropriate should you have any further queries don't hesitate to contact me هنا الجملة اللي نبكي نحناها فوق أنا نبكي نكتبها هنا فاشن ما نكون نكتبه هنا بدايتها صحيحة الجملة لكن نبكي نضيفه اللي كنا نقوله فيه فوق نقوله مثلا in view of the above ونحطه I believe that Mrs. Weston has a provisional diagnosis علاش قلت provisional لانه ما هواش confirmed ما درناش مثلا nerve study وعرفنا confirmed انه هي عندها carbal tunnel syndrome فأنا نحب نقول provisional مثلا diagnosis of carbal tunnel syndrome and requires علاش قلت هني requires your further input أو نقوله مثلا assessment including شين كان فيه فوق شين الadvice اللي كانت فوق كان فيه advice فوق بكري تكلمنا لها اللي لغنها اللي هي first band وإلا whatever it is فأنا هنكتبها هني حتى هي بعدين نخلي سطر فاضي ونكتب should you have any further queries please don't hesitate to contact me طبعا البرغراف هيكون بالطريقة هذي لانه كل سطر فيه 1 23 45 6 7 8 9 هيكون بالطريقة هذي وننهي ب your sincerely كما زي ما انت كتبتي هتلاحظوا ان الجملة هذي متكررة لكن هي صحيحة 100% يجي شخص تاني يقول والله ينامي بيش نكتب الجملة هذي اني بنكتب جملة تانية ممكن كذلك تكتب تقول مثلا in light or above وإلا تقدر تبدأ ب it would be appreciated if you could assess and manage mrs wiston's condition as you think appropriate as she has مثلا carbal tannic syndrome وتتكلم عليه الريكوست اللي كانت الدكتورة تبات فوق اللي هو wrist splint designing فانت تحط wrist splint designing تحت هنا في conclusion افضل من انك انت تتكلم عليه فوق فيها شوية politeness وتجد لك الدرجة بتاع genre and style في assessment في حاجة اسمها genre and style في assessment متاع OIT اللي هي كانت رقم 6 اعتقد او 5 اللي هي اسمها genre and style genre and style شن تقول هذه تقول the tone of the writer بمعنى هل انت طريقة كلامك مع الشخص اللي قرأ في الرسالة محترمة او لا يعني من جيش هنين ندير order من الاول لان هذا فيه شوية impoliteness شوية rude اني كنت تجي ملو تقول لها والله انا بعتت لك الحالة هذه ودري لها wrist نحكي لها هنين نشرح لها عشان نقص بالزبط بعدين نطلب منها الطلب هذا فهو يكون polite اكثر clear لو في حد عند سؤال اه 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 اه